بذكرى الالتزام هادر أقول لك أنه كتير من الدول بدأت بالفعل تعمل مشاركات ممكن نقول عليها رفاهية لكن الحقيقة هي مش رفاهية أبدا وهي جزء من الخطة العالمية المحاولات تخفيض درجة حرارة الأرض درجة ونص مئوية هي محاولات صعبة وثقيلة ومعروف مين هي الدول الأكثر تأثيرا في التغير المناخي والدول الأكثر تأثرة بالمناسبة أفريقيا من أكثر القارات العالم تأثرا وأقلها تأثيرا تخيل بقى فبالتالي مثلا مصر لما بتشارك أو مصر وهي بتستضيف كاب 27 هي صوت أفريقيا كلها أنها تقول وتضغط هي كمان وتضغط بالنيابة عن أفريقيا لأنه أعادة توزيع الصناعة في العالم أعادة استخدام الطاقة في العالم دي الأدوات اللي الدول بتتفاوض فيها وبتتكلم بيها خبر بقى مشتبت جدا بدا ويورينا العالم كله رايح فين عشان إحنا لما نبدأ في هذا التحول كمان نقدر نقيس إحنا مواكبين متأخرين ماشيين بنفس الإقاع الرؤية رايحة فين النهاردة مثلا مفاوضوا المجلس والبرلمان والمفاوضية الأوروبية اتفقوا كده على حضر بيع السيارات والشاحنات الجديدة المزودة بمحرك احتراق اعتبارا من عشرين خمسة وثلاثين يعني مفيش عربيات تشتغل بالبنزين تتباع في أوروبا كلها بعد عشرين خمسة وثلاثين متخيل عشرين خمسة وثلاثين مش بعيدة يعني احنا منتكلم في تلاتاشر سنة من دلوقتي يعني المصانع تبتدي تتحول إلى إنتاج السيارات صديقة البيع المجلس الأوروبي يكمل وقال أنه اتمت الموافقة على خفض انبعاثات تاني قمسيد الكربون بنسبة خمسة وخمسين فيلمية للسيارات الجديدة وخمسين فيلمية للشاحنات الجديدة بحلول عشرين تلاتين مقارنة بعشرين واحد وعشرين اشتركوا في القناة